موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في المفترض السابقة من مدول فريد هنتكلم فيها عن الـ Non-Randomized Clinical Trial Designs طبعا احنا قلنا ان الـ Randomization is an essential factor of clinical trials to remove compounding efforts طبعا الـ Clinical Trial يبقى فيها العدد وقليل فبالتالي يمكن يبقى فيه compounder يأثر على النتيجة فنا بحاول اعمل Randomization علشان يبقى نسبة compounders في الـ Control تساوي نسبة compounders في treatment group وبالتالي يبقى اي فرق يظهر بعد كده يبقى نتيجة confounder تمام statistical adjustment alone is not enough to remove the compounding effect لو فيه compounder وانا اعملت statistical adjustment للـ H او اي compounder effect بعضه هيبقى فيه compounding effect and sometimes the compounder is unknown وساعات الـ compounder مش معروف اصلا عشان نعمل statistical adjustment كل ده يؤدي الى ان randomization مهم جدا انه ما هيقدرش يحل محله اي حاجه حتى لو statistical adjustment sometimes participants are assigned to the intervention or controller arm according to a pseudo random mechanism يعني اي pseudo random mechanism يعني مكانيزم تبان ان هي random بس هي في الحقيقة مش random احنا قلنا قبل كده randomization وقلنا المثل بتاعته فيه طريقة ممكن تبقى pseudo random زي ما قلنا زي مثلا ان انا اقول اي patient with an even number بعدد زوجي هيخش مثلا treatment group والـ odd numbers هيخشه control group وبالتالي اي شخص هيجي رقمه اثنين والشخص رقمه اثنين والشخص رقمه اثنين وستة وهكذا هيخشهم treatment group دي تبان ان هي random ميكانيزم بس دي صدور random لانه لان الدكتور ممكن يجيله two patients هو شايف ان الشخص ده مناسب treatment group وهيخلى التجربة تنجح في اخره ويدي له الرقم الزوجي ويدي التاني الرقم الفردي اللي قابل وبالتالي ممكن يتحكم فيه مين اللي هيخده الرقم الزوجي ومين اللي هيخده الرقم الفردي ومين اللي هيخش control group يبقى دي طريقة تبانيها random بس هي في الحقيقة pseudo random يعني كاذبة طريقة لا تعبق مش عشوائية خالص ممكن الانسان يتدخل فيها ويتحكم مين اللي هيخده هنا ومين اللي هيخده هنا ساعات الناس بتقول ان non randomized files are ethical approach يعني ده ethical approach احسن من randomization ان انا اخطار مين اللي يخده treatment والcontrol احسن من randomization بحيث ان اعرف من اللي هيستفيد اكتر وكده لكن ده بردك خطأ لان انا لما بعمل randomized control trial انا مش عارف اذا كان الدواب بتاعي فعال ولا لا وبالتالي ولا عارف الدواب بتاعي هل هيبقى side effects خطير او لا ممكن يبقى فعال بس يبقى خطير وبالتالي انا عملت randomization علشان اقسم الناس عشوائيا على treatment والcontrol جروب وبالتالي ما ينفعش اقول ان randomization ده non effective اه ليه لان randomization هدفها ان انا remove any confounder وبالتالي اوصل للحقيق هدف الدواب بتاعي فعال ولا يبقى هدف الكلينيكالترائل ان انا اوصل الدواب فعال ولا side effects ولا لا واي حاجة هتحقق لده يبقى ده يبقى ده الطريق صح لكن لو انا خط من randomization اقلت ده اسكل علشان الشخص ده ممكن يحتاج الدواب الشخص ده مش محتاج في حطه في ال control group يبقى ده هو الخلط لان ده هيؤدي الى ان التجربة في الاخر هتفشل والناس ده تبقى وقتهم وبهدون ده على الفاضي والparticipants خدوا ادوية وكل ده ممكن يؤدي في الاخر لان النتيجة مش هتبقى مصبوطة وانا اهدف صحة الناس وموارد الناس على الفاضي اه انواع بقى ال non-randomized trial قلنا الاول between group اللي هو ان انا اختار من اللي يخش treatment ومن اللي يخش control group يبقى ده non-randomized between group design وقلنا ان هو مش حلو وان هو بيسيب مساحة ال confounder ان هو يؤثر على المتاج الاختيار الثاني برضو في non-randomized هو within group design اللي هو ازاي ان انا اعمل design without a separate control group يعني انا بعمل design وما فيش control group كلهم هياخدوا الدواء ازاي انا مثلا اه في design اسمه time series design هعمل measurement للناس قبل ما ياخدوا الدواء يعني مثلا ايست الضغط بتاعهم قبل ما ياخدوا الدواء بعد كده بديهم الدواء وبعدين بقيست الضغط تاني accordingly each patient serves as his own control لان الpatient ده الاول است الضغط بتاعه بعد كده بديت الدواء وبعد كده است الضغط التاني الضغط بتاعه تاني يبقى كده الpatient his own control تمام قبل الدواء وبعد الدواء قبل الدواء كان ضغطه كان بعد الدواء كان ضغطه كان يبقى انا كده ما فيش اي confounder effect لان كل participant serves as his own control تمام the observed effect لو انا لايك بقى ان فيه effect الدواء بتاعي كعلا وهو بيقل الدواء مش لازم الobservative effect ده يبقى حقيقي ممكن الobservative effect ده يبقى learning effect لو انا مثلا بعمل تجربة على الايكيو اشوف حاجة معينة هتزود الايكيو ولا لا فالشخص لما عمل الايكيو تيست في الاول قبل ما ياخد الانتروفنشن اتعلم ازاي يحل الايكيو وبالتالي بعد ما خد الانتروفنشن بقى بيحل احسن وبالتالي النتيجة بقت احسن بس نتيجة بقت احسن لانه تعلم ازاي بيحل الايكيو مش لانه مش لان الانتروفنشن بتاعي هو اللي خلاه اسكى مثلا او زود الايكيو بتاعي او الانتروفنشن اللي هما الناس بترجع الايفكت اللي انا شفت ده كان ايفكت random يعني ايه؟ الضغط نزل عشوائيا يعني هو الضغط بتاعه بيعلى وينزل واحده صرف النظر عن الدواء وانا حطيت الدواء في النص كده فلما نزل قلت يبقى هو الدواء هو السبب لكن هو اصلا شخص تمندقه بتاعه ينزل من غير الدواء او سيكيولار تفينز ان في اوقات معينة بيزيد فيها انواد معينة مثلا الانفلوانزا سيزون بيزيد الانفلوانزا فانا لو اديت الدواء بعد انفلوانزا سيزون وانا لقيت الانفلوانزا قلت ليس هذا معناه ان الدواء قفعه لكن هذا معناه ان السيزن بتاع الانفلوانزا انتهى وبالتالي الانفلوانزا قلب يبقى اذا مش كل افكت انا بلاحظه هو افكت تو افكت عشان اثبت انه هو تو افكت و ازود الباور اوبزيرفاشن ممكن اعمل حاجه اسمه ان افوان ترائل اللي هو هميجر البيزلين الاريابل بعد كده هدي الدغض بعد كده هميجر الاريابل اجين هشوف هل فيه تأسير حصل ولا وبعد كده هستوب دراج وهميجر الاريابل اجين اشوفوه يجع البيزلين ولا لا لدليل على ان ان الدواء هو اللي كان السبب في ان الضغط مثلا يقل وبالتالي لما اوقفت الدواء المخصوص الضغط يرجع كان للطبيعة اللي هو يبقى عالي يعني بعد كده هدي الدراج اجين وهميجر الاريابل اجين فلا ان الدواء بيقصر يبقى انا بدي الدواء ووقف ووقف وفي كل مرة بيقى ان الضغط بيقل بعد الدواء ولما وقف الدواء الضغط يرجع تاني يبقى انا كده متأكد بالنسبة كبيرة جدا ان الدراج هو السبب في الوبزيرفاشن اللي انا شايفها ثلاثة حاجة في النانواندميز دي الكروس اوفر الكروس اوفر دي كل الناس بتاخد الانترفنشن بس ازاي هاب الوزيرفاشن هاب الوزيرفاشن هاب الوزيرفاشن بعد كده نعمل سنقسم الناس جروب اه تبقى في الانترفنشن وكنترول هيبقى جروب ب تمام؟ ده في اول تجربة بعد كده هنخلي جروب بي تاخد الانترفنشن و جروب اه تبقى هي الكنترول تمام؟ يبقى انا كده عكست this approach allows within group and in between group comparison اللي هو within group ازاي اللي هو في اول تجربة هقرب ما بين جروب اه لهم اخد الانترفنشن و جروب بي لهم اخده الكنترول دي تجربة تنفع دي زي شبه كده الكنترول ان انا بقرب ما بين مجموعة و مجموعة مجموعة تاخد الدواء و مجموعة تاخد الكنترول او البلاسيب في مقابلة تانية ممكن اعملها ما بين جروب بي و جروب ا اللي ولد انترفنشن والكنترول في مقابلة تالتة ممكن اعملها اللي هو جروب اه وهي بتاخد الانترفنشن وهي كنترول في النهاية يبقى انا هقارن دلوقتي جروب اه بجروب اه لما كانت واحدة الانترفنشن و جروب اه لما كانت كنترول يبقى اكده انا مفيش اي نفس الناس مضيروش و نفس الكلام بنسبة لجروب بي و هم الاول كانوا كنترول وبعد كده بقى انترفنشن فاقارن ما بينهم و ما بين بعضهم ازاي في الكنترول كانت مجرومات واحدين ثلاثة و بعدين بعد ما حصل انترفنشن يبقى هذا الهيئه تقول اب800 او finding group الهيه الجرووب الواحدة اقوم ما بينها و ما بين نفسها و الان بين group الهيه الجروب ايه مختلفين المشكلة تقاتل المشكلة انه ممكن يبقى فيه شيء اسمها كاري اوها افكت الهيه و جروب A كانت مغادة دوت ضغط في الاول فدوت ضغط ده لسه عامل تأثير عليهم ومانتهاش التأثير بتاعه وبالتالي هم مش control group بالمعمل الحقيقي تمام يبقى اذا carry over effect اللي هم carried the influence of the intervention to the next strand of experiment leading to byes investigator can use wash out periods to remove this effect and allow the return to baseline measurements اللي هو ممكن اعمل حاجة اسمها wash out اللي هو first round اللي هو early intervention and control بعد كده هعمل wash out هدي period معينة ليش هدي فيها اي intervention يعني هديهم مثلا ثلاث شهور من غير اي intervention واقف التجربة مثلا ثلاث شهور وبعدين هبدأ التجربة تانية اعمل switch الوقت اللي انا وقفه ده هيسمح ان الدواء يخرج من الجسم خالص وما يبقاش له اي effect طبعا ده design is possible when the effect of the drug is transient and reversible يعني مثلا لو هو الضغط الضغط ده مش بيتعالج وبالتالي الدواء بيقل الضغط وبعد كده الضغط ممكن يرجع عالي تاني لو انا وقفته لكن لو مرض مثلا بيتعالج نهائيا ما اقدرش اعمل التجربة دي ليه لانه هدي لجروب ايه الدواء هيتعالجوا نهائيا من المرض وجروب بي control طيب لو انا بقى عاوز اخلي جروب بي control هديلهم الدواء وجروب ايه اتعالجوا نهائيا يبقى خليهم control ازاي ما ينفعوش يبقى control تمام؟ يبقى اذا لازم يبقى الاخراض يبقى transient reversible يعني الدواء مش بيعالج المرض لكن بيقل اعراضه مثلا او المرض ما يتعالجش اصلا sometimes the intervention is expected to be better and all participants to be assigned to the intervention arm ساعت؟ كل الناس تقول انا عاوز اخش في الانترفينش اه تمام؟ لابد من الانترفينشن او مثلا less invasive او ما تقديم ان هو فعال اكثر ساعتها هعمل cross over design بطريقة مختلفة اللي هو ازاي هعمل early intervention اللي هو group A وغروب بي هقولهم انتوا انتوا على الويتلست انا اقولهم ان انتوا على الويتلست بس هم في الحقيقة هم المنتظرين يقدرهم في ان هم ياخدوا الانترفينشن لكن هم هم عندهم المرض ومستنين يبقى هم ما بياخدوش فانا بقابلهم باللي بياخدوا الدور او بياخدوا العملية اللي عملتها او الحاجة اللي عملتها دي اول مقابل بعد كده let intervention بقى هدى لجروب بي هدى لجروب بي اللي هم كانوا على الويتلست طيب group A ليه ميش باس لان المرض ده بيتعالج تمام يعني المرض ده لما بديله intervention بيتعالج كويس فلما هم اتعالجوا مقدرش يخليوهم كالcontrol group في الثاني round كويس يبقى عبطرش نزله طيب ايه الكمبرزن اللي ممكن تحصل هنا اول حاجة يبقى in between group A and B في الاول خاص group A اللي هم بياخدوا الانترفنشن وgroup B اللي هم على الويتلست يبقى دي اول comparison second comparison within group change اللي هو ازاي تعالوا نشوف group A كده group A قبل ما ممكن اشوف قائس المرض داحهم قبل ما اخدوا الانترفنشن وبعد ما اخدوه وgroup B قبل ما اخدوا الانترفنشن وبعد ما اخدوه يبقى انا كده still change in between groups اللي هو في الاول within the same group اللي هو group A قبل ما اخدوا الدواء وبعد ما اخدوا الانترفنشن وبعد ما اخدوه وgroup B قبل ما اخدوا الانترفنشن وبعد ما اخدوه نيجي بقى النقطة مهمة تانية وهي clinical trial phases ما اخدوا الانترفنشن والانترفنشن فاة الله هو مختص بالسافتي ويبقى عدد الالترفنس من 20 إلى 80 مثلا طبعا قبل ما اخدوا الانترفنشن ان هذا الدراج يجب سيكون مستسكرًا افترط في فرد الناس ويسأل انه الانيفال الانيفال تجرب على الناس حسنا لا ينفع عدد الاول الفيس اوعي انهك سيكون يستطيع الجريب على الانيمال قبل مثلا او تجرب على التشوكالشاو انا ببدأ الاول الفيس اول في سافتي ثم فاستو مهتمة بالسافتي والدوزنج فاستو مهتمة بالسافتي والأفكاسي هل الدواء حقيقي افكتف او افكتف ويبقى كل ما بتنايل من فاستو الثاني العدد الناس اللي بخشرة التجربة بيبقى أعلى فاستو مهتمة بالفاينل وبعدها بقدم على الاف دي اي افروفر بنتائج الافيس 3 وممكن يحصل افروفل ودواء ينزل الماركت لو الدواء ينزل الماركت ساعتها ممكن اعمل فيس 4 اللي هو بوست افروفل سير فيلنس اللي هو شركات الفرما تبدأ التابع على الدواء بتاعهم بسبب ساد افكتس ولا لا ليه لان قلنا ان الساد افكتس ممكن تبقى رير ما تبانش بافيس 3 فاحتاج ان الدواء يجرب على 100001 طبعا ما اقدرش اجرب على 100001-2003 فبنزل الدواء ستوب وبشوف اي ساد افكتس بتحصل وعمل لها ريبورد ممكن اعمل ابزورفشن الاسطادي على عدد كبير من الفيشن لو ما بيقض الدواء ممكن اعمل كنترول ترائل على عدد كبير بس هو الدواء خلاص نزل الماركت اخر حاجة نتكلم عنها هي بارل تسطادي بارل تسطادي دي هبارة عند درسة مبدئية بعملها قبل الكلينيكال ترائل عشان تحدد الكلينيكال ترائل بتاعتي هعملها بقال انت يكلفها وهكذا وهلها تبقى ممكنة وعدد الناس اللي هيخشوها تبقى البارل تسطادي دي هبقى دراسة مبدئية مصررة للكلينيكال ترائيل اللي بعملها في الاول تقول لي هل هيبقى شكلها ايه وزي ما نشوف في الفايدة بتاعتي يبقى المبترات مرضية نهاية الوزي بامر هالكذف المثال ترائيل اللي ها عملها بعد كده هل هتبقى ممكنها وألا لا في ظل الامكانيات بتاعتي ووقت الكلينيكال ترائيل اللي هنعاملها قبل كده هيتحدد الى الساب بايلول تسطادي يعنى لو البيولتسطادي على مثلا مئة شخص هعرفهم انا محتاج قد ايه للاحظ الأفريق هلاقي مثلا لو احتاج ثنه يبقى الكلينيكال ترائيل سعجي ثنة الـ cost , البيوتستادي على 101 تكلفتني مثلا 10.000 يبقى على 1100 تكلفني مثلا 100.000 data collection and analysis systems , بتعرفني هل الـ data collection and analysis systems بتوعي جود ولا لا عشان لما اتكون التنكال تريلا بمستعب بتعرفني الـ optimal intervention اللي هو مثلا optimal dosing في الدراج يتخذ ازاي الدوز بتاعدي تبقى ازاي اللي هو احسن دوز يعني اجرب بيها clinical trial estimation of sample size ودي حاجة مهمة بتعرفني ازاي estimate the sample size طبعا انا هنتكلم عن estimation of the sample size في module 4 لكن انا اقدر estimate the sample size في clinical trial عن طريق ده طبعا راجها من البيوتستان اللي هو مثلا rate of outcome in placebo يعني لو نمتابع ان دواء معين بيحمي مثلا من breast cancer هبدأ اشوف الـ breast cancer بيحصل قد ايه في placebo group أو control group the effect of the intervention on the outcome يعني الدواء بتاعي لانا بديده هل بيحمي من breast cancer بنسبة قد ايه اللي هو the effect size والـ statistical variability of the outcome يعني الدواء ده بيحمي بنسبة قد ايه والاختلاف بين الاشخاص في نسبة الحماية وهكذا يبقى الثلاث نقط دول يعرفوني ازاي احسب السامبل 5 في الكلنة كالتبعي هعرفوني ازاي بعروف المبدئ ايه من البيوتستان موسيقى موسيقى